هلو معاكم قناة تعلم ميشو بحب الاعمال اليدوية وبحب كمان اعادة التدوير وبحب اطلع افكار ديكورات للبيت بطريقة سهلة جدا من الحاجات اللي احنا كنا بنرميها. تعالوا نشوف اول فكرة مع بعض هتبقى ايه? اول فكرة كده جيبنا اه كارتونة فاضية عندنا ممكن بقى بتاعت الشوزات ممكن بتاعت الموبايل تستغليها في الفكرة دي. فاي كارتونة هتقدن نفس الغرض بنفس الحجم دوت. او ممكن كمان تبقى كبير على حسب انت استخداماتك هيبقى ايه لها? وده نجيب الكارتونة ودهناها بالدهان بتاع الحيطة. طبعا هاتي بقى اللون اللي انت عايزيه اولا هيليق مع الدكور بتاعك. وكمان جبنا خيط مكرامية ودهنا كده من الجنبين بتاعها نعمل خرم. ونثبت فيه الخيط المكرامية واصبحت مع عينا دكور فخم جدا لذيذة جدا. ممكن تستغليها في كالجهزة حاجة يعني ممكن تحط فيها الزرع زي ما محتوط. ممكن تعملها منظم في قطك. تحط فيها الميكوب. ممكن تحطيها في قط الاولاد. تحطي لهم فيها لعب او حاجاتهم مستغنية زي الاقلام والحاجات ديت. فالافكار كتيرة منها واستغليها زي ما انت عايزة. وتاني فكرة معانا هنستعمل فيها العلب بتاع العصير او اللبن طبعا كلنا كنا بنرميهم. هنعمل بها الفكرة الجميلة دي. فجيبنا القستر اللي هو بنحط عليه الحاجات السفنة بتاعة المطبخ عشان تبقى استفكرة معانا سهلة. ما تبقاش يعني معقدة. ونبدأ كده نقصها لقد الكرتونة كده داير ميدور. ونسبتها طبعا بمسدس الشمع او باي مادة بتلزق عندك. وباية تلت معانا بالشكل كيوت دوت. وكمان عشان نداريها من جوه هنجيب كتعة قماشة ونبدأ ندار الجزء اللي جوه كده هنجيبها من اخر الطرف بتاعها من فوق. ونبدأ نسبتها برضو بمسدس الشمع داير ميدور ونقفر الجناب بتاعتنا. وهندخلها على جوه علشان تبقى معانا منظم شكله كيوت جدا ولزيزة جدا. وشكلها عشر. ممكن تعملي بقى مقلمة للاطفال. ممكن تعملي كزهرية تحطي فيها ورد. ممكن تكملي كمنظم للمعالق في المطبخ. فصراحة استخدماته كتير وافكاره كتيرة. يا رب الافكار تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تجربوا الافكار. واشوفكم المرة جاية فيديو جديد. وافكار دي كرات جديدة من قناة عالم ميسو.